بقى الرمضان صبحي انا بقى لي فترة قلتلكم من فترة قلتلكم ان الاهلي سدد اخر قصد 600 الف سترلين وان الاهلي داخل في مفاوضات مع عبدية فبراير لما تخلص هوجة الشتاء انتقرات الشتوية محمد فقري خلاص مدد مسلمين وبيشوفوا العقد وغالبا رايح رايح يعني بكرة بالكتير يتم العلان عنه لو ما كانش النهاردة فرمضان صبحي رمضان صبحي اهلاء ومين يقول له رمضان صبحي زمانك محمد عشر بقول له ورمان صبحي زمانك بقول له يا عم طبعا راجل اهلاو ومتربق في النادل اهل تقصدك عشان داخل اختبارات في الزمالك يعني وكلام من ده اقرب حاجة الارض اللواء الزمالك فرح هناك يعني كده والناس كلها بتروح زمالك وقال اي طفل صغير قولك تعانوا وديك زمالك وقال دكتور محمد خالد تشرب من زمزم سوا ان شاء الله يا حج محمد احنا معنا التأشيرة اي وقت بالروح ان شاء الله بإذن الله ادعينا اي وقت دلوقتي نروح على طول التأشيرة موجودة بفضل الله وربنا يكرم من اكرمنا ويا شفيه ويمتعب ألف صحة وعافية وقابلنا التأشيرة كده ست الشهور اي وقت كده الشوق يهفنا نروح على طول لكن العائل بقى اللي بتحسي دي ربنا ينتأم منها المهم فرمضان صبحي طلع وكيله النهاردة نادر شاوي في احدى القنوات وقال لك ايه ان هيدرس فيلد عارض الطالب في عشرة مليون هيدرس فيلد قبل بطولة افريقيا من انتخلات الاولمبية كان طالب من الايلي سبعة مليون سترلين وانا كان كلامي لو عاوزينه هاتوق واتقصته الفلوس لكن دلوقتي نادر شاوي لما عارف بقى ان الايلي يخش قال لك ده عارضين عشرة مليون سترلين نادر شاوي طالع واكل نازل واكل لانه واكل اللي يعني لكن هو هنا عارف ان المياه رجعت لمجاريه وان معالي المستار تركي على الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي متواجد وكاتب اغنية مبارح للنادي الاهلي وراصد مكافأة للنادي الاهلي فقال لك استغل علاقة تركي على الشيخ والخطيب والاهلي وان احنا نرفع السعر والاهلي يجيب هيدرس فيلد رفع السعر بس قال لك ايه يعني بظل رفع السعر الاهلي يجيب عشرة من نصر طبعا لما تقول لنادي الاهلي ولك لا لان ده قيمة الانتقالات في اوروبا يعني انت بتتكلم في مئتين وي مليون مئتين وي طب انت لما تجيه بعشرة من مستر اللي نتبيعه بكام لكن ستة مليون سبعة مليون كان واردوا نيج يبقى زي صفقة حسين الشحات كده لكن عشرة مليون مش كتير على المستار تركي على الشيخ لما يحب يجيب الصفقة لكنه مش بيعمل حاجة غير بالتنصيق والاتفاق مع الأسطورة محمود الخطيب وبالتالي هنشوف الدنيا راحة ايه لكن المبلغ كبير قلتلكم ان الكلام هيبدأ من فبراير النهاردة قبل نهاية يناير بيوم بيبدأ نادر شوقي الفيلم اياه والمسلسل اللي اياه عشان يرفع سعر اللعب بتاعه ويستحق ورمضان صبحي نص فرقة النادي الاهلي نص فرقة النادي الاهلي بأمانة ولعب مهم جدا وفيه روح النادي الاهلي وعزيمة اللعب النادي الاهلي سيبوكم انه مصاب وانه مسافرش وكلام من رمضان صبحي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي لو موجود القيمة المالية يتفاوض عليها مين يدفع مين يعمل مش ده الموضوع لكن المهم اوعى تفقد الأمل في رمضان صبحي طالما العلاقة قوية جدا بين الخطيب وتركي اوعى تفقد الأمل يعني ما تفقدش الأمل يجي بقى بكام يحصل ايه يجرى ايه في الآخر موجود عندك حد اسمه امستر تركي قال شيخ ينهي الصفقة فورا لو كابتل الخطيب قال له بعد اذنك عاوزين اللعب ده خلص الكلام فقلت بقى انه بعشة بنوسترليني الاهلي عنده دلوقتي يعني ايه رئيس شرفي قوي محترم يلب طلبات الجماهين واللي تقرره الإدار فلو الجمهور قال عاوز رمضان صبحي والإدار قال عاوز رمضان صبحي والأسطورة الخطيب قال له معا المستشار عاوزين دعمك في صفقة رمضان صبحي اعتبر رمضان صبحي جوه الناد الأهلي في كل الأحوال في كل الأحوال فجمهور الأهلي ما يقلقش وهو معاه تركي الشيخ تقلقش ايه عمر عاش ايه استمر انت بتشجعه عجبك يعني الكلام اللي أنا بقوله انت بتحبي من فيه رمضان صبحي والله العظيم والله يعني هيجي بعش من استرليني كتير شوية بس لو نعرف نقلل دي بقى قلق هنقلل وعندك تركي الشيخ يخلص على طول شوف الجرز جرز الهاتف النقال طب ده بالنسبة للمضان صبحي هنتقل من رمضان صبحي الى جزئية اخرى وهي مصطفى محمد طالب نتكلم عن النجوم بقى مصطفى محمد مهاجم مصر الاول فرائي ولما بقول ان الواد بلال جاي عليه دي قناعة الشخصية اللي عاوز يزعلي يا زعل يا ابني ماينفعش ناشئ او على العيب شاب مستقبل مصر تحطامه وتقول لا ده لو الظروف مناسبة ماروان محسن طب شوف ماروان محسن كم سنة هو كم سنة طب ماروان محسن لو هو عمل ايه ماروان محسن في سنه المفترض يا كابتن بلال لا تعقل شوية وتتزم مش دي الطريقة اللي هتخليك نجمسه ولا دي الطريقة اللي تحبب جمهور الاهل فيه جمهور اهل جمهور محترم مع اللعيب المحترم مع جمهور الاهل اللي كان بيشجع مصطفى محمد في البطولة الافريقية هو وجمهور الزمالك والمصر والاسماعيل والاتحاد وكل جماهير مصر فاحنا نبقى فرحانين ان في نجم موهوب في امكانيات وقدرات مصطفى محمد ومعاه رمضان صر ده ده في البطولة وده احسن اللعيب في البطولة زعلان ليه قبل كده انه طارد على خمسة مليون ولاعب تمسك بعشر اخر عرض قدمته قدرة نادي الزمالك ليه مصطفى محمد عن طريق وكيله احمد يحيا هو سبع مليون قالك سبع مليون ونحط بقى الزيادة كذا وحكاية كذا وكلام من ليه بيقول الزمالك كده قالك يعني هو لسه شاب وياخدها بالتدريج وانا شايف يا مصطفى ان سبع مليون ممش وحشين يا مصطفى خد السبع مليون يا مصطفى ويعمل زيادات سنوية وحط يا ابني شرط لو مثلا ان مع الادارة تحتارف لو جيفك اثنين مليون دولار ثلاثة مليون دولار زي ما انت عاوز لكن انا شايفك في الدورة الانجليز انا شايفك في الدورة الانجليز وانت لعيب ممتاز جدا هو وعا تغلط خطأ البعض ان يروح دوريات ضعيفة فميبقاش عنده لروح ولا اسرار رحمة كوكة عماله من البرتغال لليونان طيب لو جي مصر مش تلاقي حد يغضر الاقي اللي فكر فيه ما فكرش فيه ليه ما هواش فاعل لكن حجاز النيني تريزيجي تريزيجي مع ان النيني كسفنا عمال في تركيا دلوقت اي كلام خالص لكن كان في الارسنال كنا فرحانين بيه كنا طايرين بيه لكن ييجي بقى عمهم ابو مكة ربنا يحفظه ويبارك فيه اللي مشرف مصر بحالها في كل الدنيا انت لسه جاي تسأل ايه وار صالح حكومة يا اونكل هو انت متأخر عن لايف ليه يا ابن كنت بتعمل ايه وارك ايه مش جالك الاشعار تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس جالك الاشعار تبقى معنا من اول حوار حاضر والله لو اقول يا سيد عشان خاطر محمود عريف 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 ولا ايه بقى ولا عارف ولا ايه تكتبوا اسم وقب العرب عشان نعرف ننطق صالح حكومة باختصار لجنة الكرة تحاول مصالحته على فيلر بعد فشل تسويق ده بالاختصار فمصطفى محمد انا بها انصحك يا مصطفى سبع مليون مش وحشين ولو رفعتهم من تماني يا ابن مش وحشين وجدد معناد الزمالك ومدد وانت عندك استقرار ومهاجم الزمالك الاول وباسم الله ما شاء الله لو عندك لعبة في خط الوسط بيمونوك وعرضيات هتسجلك في كل مطش 2-3 كنت مع المجري الأسطورة كابتو مصطفى عبدو فقال لي ده لو كان على أيام كنت تخليه كل مطش جيبتها تاربعة تجوية وفراته بقى يمين وشمال وإيه المجري فانت يا مصطفى محتاج بس الفرق أتخدم عليك يا ابني هتبقى نجم نجوم الدنيا لكن انت يا حبيب قلبي بتنزل لوسط الملعب تاخدها وتمشي وتشوت صاروخية تهز الشباك طب فين بقى البليميكر فين اللي اللي عابك المحروس كارتلون خد يوسف أوباما لعابد فندر ما كان طريق حام وفرجاني ساسي مستوى متراجع وبالتالي ما عندكش اللي يمونك ويسعد أسأل عمر رأيه في صالح جمعة محمود أشرف ماشي محمد أشرف ماشي يا محمد هسألوها يا عمر تعال بس ما تظهرش على الكبر عشان بتاخد الأضواء بيسألوك إيه رأيك في صالح جمعة هل تؤيد بقى أم رحيله في ظل حالة عدم الانضباط والالتزام وعدم الحصول على عروض في حالة الانضباط والتزام يقعد ويلعب ويلعب أساسي كمان لو جفهم ويلعب أساسي ما انتظمش لا يمشي يمشي ومجالوش عروض طبا وكده يتنى عاد زي البيت الوقف لو يبقى بقى نعمل نعمل محاولة صلح يبدأ يشاركوا واحدة واحدة شوفنا من صالح الانضباط والالتزام يبدأ يالحمة الله عليك تسلم يمور هنجل صفقة تانية للزمالك عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ماجد سوري جناح الإسماعيلي وافق لنجل رئيس نجل الزمالك عضو مجلس الإدارة شفاه الله وعفاه مما ابتلاهوا به وافق على الانتقال لنادي الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة وطلب من المسؤولين في إدارة نادي الزمالك الحصول على موافقة إدارة الإسماعيلي وإنها